اشتركوا في القناة ودعا المجلس جميع المسلمين إلى استشعار المسؤولية الدينية والتاريخية في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات وإلى الوقوف بمسؤولية وضمير أمام المخططات التي تهدف إلى الإضرار بمقدسات المسلمين ومصالحهم ووحدتهم كما أشهد المجلس بما تبدله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة ورعاية واضحة في إدارة شؤون الحرمين الشريفين بكل جدارة واقتدار وفي خدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف بكل إخلاص واهتمام وفي تقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجاج والمعتمرين والزوار وفي صون المقدسات الإسلامية استشعارا لما تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة من دور إسلامي رائد وما تتبوأه من مكانة دينية كبيرة في العالم العربي والإسلامي منوها بهذا الدعم الكبير والسخي طوال عقود من الزمن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن نال سعود طيب الله تراه وأعرب عن اعتزازه وشكره وتقديره لدول المملكة الشقيقة في عمارة البيت العتيق والمسجد النبوي الشريف وفي رعاية المشاعر المقدسة وفي ثامين طريق الحجاج ليؤدوا مناسكهم في أمن ويسر وعافية